زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى محطته الثالثة في الأردن انتهت بعد لقائه بالعاهل الأردني عبدالله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي زيارة أكد فيها على أهمية خفض التصعيد في المنطقة العربية وزيادة حجم المساعدة المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة ننظر فيما يمكن القيام به لزيادة الحماية للمدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإغاثية ولإخراج الرهائن من غزة الوضع هناك مأساوي والعديد من الفلسطينيين قتلوا خصوصا الأطفال والرجال والنساء المسؤولون الأردنيون أكدوا أن خفض التصعيد يرتبط بوقف إسرائيل الحرب على غزة حيث جدد ملك الأردن عبد الله الثاني على أهمية وقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال المساعدات بشكل أكبر للحد من الكارثة الإنسانية وأكد أيضا رفضه تهجير الفلسطينيين من القطاع أو الضفة الغربية الأردن رسائل متعلقة بالتهجير وضرورة أن يكون هناك الموقف الأمريكي أكثر صرامة بهذا الجانب مسألة أيضا مسألة المدنيين والتخفية على المدنيين وهذه أولولية أردنية بهذا الجانب كما زار بلينكين المستودعات التابعة لمنظمة الغذاء العالمية من أجل الوقوف على آلية إرسال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة قبل توجهه إلى قطر والإمارات العربية حيدر العبدالي الحرة عمان